مازلنا في ملف النفعة نفقة الصغار في قوانين الأحوال الشخصية كلنا شفنا التقرير وشفنا طبعا وجهات النظر المتبينة الرجالة تشعر بالظلم أنه يتحكم عليهم بمبالغ أكتر الستات حاسة بالظلم أن المبالغ المحكم بيها قليلة نحن نأمل في قانون أحوال شخصية عادل ومنصف القانون بيقول الأب بينفق على أولاده لكن هو في الواقع ما بينفقش معظمهم طبعا فيه ناس بلتنفق رأس دي بره منقشتنا طب اللي ما بينفقش ست بتضطر تروح المحكمة الأضايا بتاخد وقت ليه بتاخد وقت لأنها لازم تثبت الدخل وهي مش عارفة تثبت الدخل فالنيابة القانون قال طب النيابة تحقق في مسألة الدخل النيابة بتاخد وقت والوقت بيزود وبرده أحيانا كتيرة الستات بتقول برضه معرفناش نسبة الدخل طب أنا من واقع خبرتي أربعين سنة في المحاكمة عندي حل بسيط ممكن أجيب ستة أسألها جوزك بيشتغل إيه بيقبط كام تقول لي معرفش جوزك عنده فلوس في البنك تقول لي معرفش جوزك تجارته نكحة ولا فشلة تقول لي معرفش لكن اللي عرفه إن كنا بنسافر كذا وبنصيف كذا وبناكل كذا وبنشرب كذا والعيال في مدارس بمبالغ كيت 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 إذن هو عنده مصدر دخل حتى لو مش عارفين نسبته أنا بقترح ببساطة شديدة في مشروع القانون الجديد وكل اللجنة اللي بتعمله ناس أفاضل ومتميزين يبقى فيه نص بيقول إن الأب الممتنع عن الإنفاق القضي يستدعي للمناقش جلسة واحدة ونخلص يا أستاذ حضرتك بتشتغل إيه حضرتك دخلك كام حضرتك عندك بيت فين حضرتك صيفت فين ولادك مدارسهم إيه ما عندكش دخل كنت بتدفع المدارس إزاي فطورة موبايلك كام حضرتك كنت لما روحت طخته بقلت إيه كذا كذا طب فيه طبعا ستات أهو قبل ما تحرق من الجملة هيقولولي إن في بعض الرجالة مش هتقول الحقيقة وارد القانون عندنا بيعاقب اللي ما بيقولش الحقيقة يعني مثلا إحنا عندنا جنحة اسمها جنحة الشهادة الزور لما روح المحكمة أشهد زور وعاقب بالحبس لو شهادت زور في جناية أو جنحة أو كذا وترتب عليها مصايب القانون منظم الأحوال طب لو شهادت زور في قضية مدنية يعني الراجل ده مش ساكن في البيت المحل ده مش بتاع فلان شهادة زور في قضية مدنية أيضا لها عقوبة تمام أنا هاعتبر الراجل اللي القاضي هيستدعي عشان يناقشه في دخله وتفاصيل دخله إذا ما قالش الحقيقة أو أخفاها يبقى زيه زي الشهادة الزور جلسة واحدة بفتنة القضاء وخبراتهم الراجل واقف والست واقفة والعيالة هم أنتوا في مدرسة إيه كذا المدرسة بكام في السنة كذا إزاي بتقول مش قادر تدفع ما انت كنت بتدفع المدارس ما انت كنت عايش في شقة بالمواصفات الفلانية ما انت راكب عربية كذا ما انت فاتورة موبايلك كذا حتى سرية الحسابات اللي في البنوك اللي احنا بنحترم جدا الاعتبارات الاقتصادية لسرية الحسابات في حالة واحدة بس تكشف سرية الحسابات للقاضي اللي بيناقش النفقة ويبقى المعلومة جياله من البنك في ظرف عليه ختم بالشامع الأحمر القاضي يفتح ويشوف سرية الحسابات ومنفضلكم سنة سابقة على بدء النزاع لأنه طبعا أول ما النزاع بيبدأ كله بيغير أحواله حتى الرجالة نقشوها في المحاكم والست هي بتقول انه بيشتغل كذا يكذبها يقدم الدليل هو بيقول انه ما عندوش دخل المدارس كذا ويبقى جلسة أو جلستين ونخلص السنتين تلاتة والمحكمة تحكم بالنفقة وبزيادة النفقة طب يعني ايه زيادة النفقة مال أكبر الأطفال بتكبر والأسعار بتغلى فبدل ما بعد سنتين أرفع قضية جديدة وأقول انه الولاد كبرت والأسعار زادت ما هو من العلم العام الحكم يبقى نفقة للصغار كذا وزيادة نفقة كذا مصاريف مدارس كذا وكل سنة مش كل قصة أرفع قضية الرجالة هتزعل من الكلام ده ليه ده أنا بقول لكم صرفوا على أولادكم الصديق أو الأخ اللي تكلم في التقرير وقال علي متجمد أنا مقدرة طبعا انه احنا لازم نبدأ في ترحيب بضفتنا ولكن اللي قال عندنا متجمد على فكرة انت لو كنت شيلت مبلغ كل شهر عشان انت عارف انك ما بتصرفش على أولادك كنا لما وصلنا الحكم بعد سنتين وبقى مطلوب منك الفلوس كان بقى المتجمد في جيبك قضية كبيرة اسمحولي أرحب بضفتنا قال أستاذة نوها أنا حاس الأخصائية النفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية أستاذة نوها حضرتك نورتينا أهلا وسهلا أنا سعيدة جدا أني أكون في حلقة بتناقش حاجة بالأهمية دي أنا سعيدة جدا فوق محضرك تتخيل مرسي يا دكتور يا أستاذة حضرتك نورتينا هبتدي بسؤال عام هو الطلاق هو سبب الاضطرابات النفسية لطرفي العلاقة ولا أحيانا الطلاق لو مفيش مشاكل لاحقة لي ويعني اتفهموا حلوا مشاكلهم بتبقى مفيش اضطرابات أو اضطرابات أقل بمعنى هل المشاكل والأضايا والصراعات اللاحقة للطلاق هي سبب الاضطراب هو مفيش يعني طبعا الانفصال في حد ذاته والطلاق هو نوع من أنواع الفقدان لكل الأطراف اللي مشترك هيحصل نوع من أنواع الصعوبة في التأقلم الحزن ده شيء طبيعي أنا لو تخنيت مع وحدة صاحبتي هتدايق طبعا لكن إنها توصل لدرجة اضطرابات ومشاكل نفسية هو ده بسبب اللي هيحصل أثناء الطلاق فعلشان أعرف هيبقى فيه مشاكل نفسية ولا لا ماذا حدث أثناء الطلاق وبعد الطلاق وطبعا إيه اللي سبب أصلا أو أدى إلى الطلاق علشان كلمة اضطرابات نفسية أو مشاكل نفسية بتترتب عليه لازم يحصل حاجات كتير قوي علشان الشخص يوصل لدرجة من الاضطراب النفسي أيها طيب فيه ناس بيقولولنا أستاذة إنه أنتو بتكبروا الموضوع عاوي ولا فيه أي اضطرابات ولا حاجة ناس بتتطلق وكل العيال بتعيش وما فيش مشاكل رأي حضرتك خبرتك بتقول إيه لا هو يعني يمكن ده من أكبر أسباب الحماس اللي أنا جاية بيها إن أنا معظم المشاكل اللي أنا بشوفها داخل حجرة العلاج النفسي هي بسبب المشاكل اللي حصلت في الطلاق لإما سيدة بتجد صعوبة شديدة جدا في إن هي تتعامل مع نظرة المجتمع لها كمطلقة أو مشاكل مع طلقها أو أولاد مش عايزة أقول أطفال هم بتعملش مع الأطفال أشوف الكبار بقى واللي حصل لهم بسبب الطلاق واللي ترتب عليه من المعاملات أو الخناقات اللي حصلت ما بين الوالدين وهما صغيرين أو هما كبار فالطلاق بيحصل بيسيب مشاكل لا طبعا وفي بقى حاجة أخطر وأهم من كل ده أنا وأنا صغير لما بتعرض أو بشوف أهلي بيتطلقوا بشكل منقدر نقول مشيك أو فيه دراما كتير جدا مش متحضر مش ودي دراما بالضبط فيه دراما هيأثر علي أنا في قدرتي على إني أعمل علاقات أصلا وهنا بلاقي أشخاص مثلا تبقى واحدة مرتبطة مش هب لطيف جدا تقول ليه مش قادر كوس عملت أجل في الجواز عملت أجل في الفرح أو شخص أو ولد ما عندوش ثقة في المنظومة نفسها خلاص فقط الثقة فهو لا بيأثر ده بيأثر وبيأثر وبيأثر طيب ليه الأب المطلق اللي على فكرة فيه أباء منهم كتير بيبقوا قبل الطلاق كرمه وجدعانه بيحبوا أولادهم ليه الأب بيرفض يسرف على أولاده بعد الطلاق هل بيقول إيه لنفسه يعني بيبرر هذا السلوك الغريب عنه حتى طب بيه حقيقي فعلا ودي حاجة أنا أنا نفسي بستوقف يعني بحاول أفهم طب إيه إيد والولادك على فكرة الفكرة إن الراجل في أوقات كتير جدا مش كلهم طبعا إحنا نتكلم على الناس اللي بتعمل مشاكل طبعا لما بيطلق الست بيطلقها هي والولاد حقيقي فعلا هي والولاد هي والولاد حقيقي تمام هي ما بتتفسرش غير كده بيبقى عايز يقلب الصفحة يجدد بقى شبابه يعيش يحس إنه هو أصلا يعني خلاص أنا اكتفيت من هذه المرحلة فبيبقى الأولاد بالنسبة له بيبقوا عارفة حضرتك بيعمل ارتباط شرطي ما بينهم وما بين المشاكل اللي حصلت ما بينه وما بين ذلك بين تجربته المريرة من وجهة نظره بالزبط فزي ما حضرتك كده بالزبط يحصل لك مشكلة وانتي بتشربي القهوة فكل لما تيجي تبصي للقهوة ضربات قلب تزيد وتبدأي تدقي فخلاص هي القهوة بالنسبة لك ما بقتش حاجة طعمها حلو هي بقت حاجة بتفكرك بشيء سيء بيستخدموا الأطفال أو بيبدأوا يشيلوا مشاعرهم تماما وبيبدأوا يعتبروهم أداة للانتقام طيب أستاذها نوها فيه أباء برضو عشان نحط صورة تانية لا بيبقوا عايزين يجددوا حياتهم ولا عايزين يقلبوا الصفحة إنما بيبقوا حاسين إنهم مظلومين ظلم شديد من السيدة اللي كانوا بتجوزنا وإنهم ضحيتها وإن البيت تهد بسببها وبالتالي برضو بيبطلوا يصريفوا على أولادهم بيقولوا يعني هنا مش هو عايز يجدد شبابه لا ده هو معتبر روحه ضحية لكن تعبيره عن المسألة دي برضو في أولاده صح؟ علشان للأسف هي نفس الفكرة بأنه هو بيطلقها وبيطلق الولاد بياخدهم ككتلة واحدة كتلة واحدة كتلة واحدة حتى دايماً هي أنا باخد بالي منها حتى لما بيتخنقوا مثلاً مع بعض شوفي أولادك بيعملوا إيه في سانية الحقي أولادك أولادك بيصوتوا فدايماً تحسي أن الأطفال الرجال للأسف بشكل كبير جداً بيحسوا أن هم بتوع الست خلاص ليلتك هتشليها في أوقات كتير الست بتبقى مجبرة أن هي اللي بتشيل المسئولية وبتدفع تمن غلطتها وغلطة الرمل في الاختيار يعني الاختيار فشل العلاقة هي اللي بتحسب عليه اللي بتحسب على المشاريع بالأسف ماهو لازم ترع أولادها أنا مش عارفة فاضل لنا قد يقع البريك بس أنا عايزة أقول حاجة إحنا هنطلع فاصل بس أنا عايزة أؤكد على معنى مهمة قبل الفاصل عايزة أقول أنه نعتبر أنه الغالبية العظمى من المصريين بعيدين عن اللي إحنا بنقول أزواج ناجحين وزوجات ناجحين وبيوت مستقرة وناس زي الفل وحتى لما بيتطلقوا بيتطلقوا بطريقة متحضرة والعائلات بتتدخل والكبار بيقولوا كلمتهم والناس ميتفلوا عشان محدش يقول إيه ما أنتوا بتسودوا الصورة لا إحنا بنسودش حاجة في أقلية بتعاني من مشاكل الطلق وما يترتب على نحن نناقش هذه الأقلية ليه؟ أستاذ نوه أنا دايما بقول أن مشاكل الأحوال الشخصية تهدد الأمن القومي المصري حضرتك موافقاني؟ مليون المية مليون المية آه طبعاً هنطلع فاصل ونرجع نشوف الأستاذة نوه موافقاني مليون المية ازاي؟ بعد الفاصل وما زلنا في ملف نفقة الولاد وبنقول أن ده ملف مهم وأن احنا نسعى إلى قانون أحوال شخصية عادل ومنصف يقدم الحلول والحقوق لكل الأطراف ومعنا الأستاذة الدكتورة هي لسه ما خدتش الدكتورة بس أنا مصممة خلاص هي إن شاء الله هتخذ الدكتورة قال الأستاذة نوه النحاس أستاذ الأخصائية النفسية ومدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية قضايا الأحوال الشخصية خلافات صراعات الأحوال الشخصية بتهدد المجتمع بتبمس أمنه قومي حضرتك قلت لي قبل الفاصل موافقكي مليون في المية أيوة لأن هي يعني أنا أي حاجة هعملها في البني آدم في حياته هتغير في تركبته النفسية وسلامه النفسي وصحته النفسي ونتفق على شيء الألم النفسي والوجع النفسي والمرض النفسي غير مرئي للعين فأنا لو في شخص عنده اضطراب من أي شكل من أي نوع ممكن أصلا معرفش فأنا بخلق أنا ممكن في واحد التلاء مثلا أو أيا كان اللي هيتعرض له هيحوله الشخص سايكوباتي أو هيحوله الشخص انتقامي أو هيبدأ أنه هو تعاملاته تبقى سيئة جدا مع الأشخاص فبالتالي ده مش هيأثر على المجتمع ده هيدمر المجتمع هيدمر أستاذة نوها الطفل لما يحس أن أبوه رافض يصرف عليه إلا بالمحكمة ويعيش الأجواء من شكوى الأم اللي إحساسها بالظلم للعياط ده يخليه حاسس بالحرمان بالنقص بالقهر يخليه بخيل يخليه كريم يعمل فيه إيه؟ هو هيعمل فيه كل حاجة لأنه دلوقتي الأب بيمثل إيه؟ الأب في العالم كله هو رمز للأمان رمز للدهر رمز للثقة فأنا لما أجي أمسك في السوابت وأروح ضربة فيها بالشكل ده هو خلاص ما بقاش عنده حاجة بيستند عليها خصوصا كمان لو الأم بقى مشاعرها فيازة قدامه وبقى بيشوف العذاب اللي الأم بتشوفه فبقى مش بس هيحس بضعف وقهر وواواوا لكن هيتولد جواه غضب ورغبة في الانتقام شديدة جدا تظهر قدام لإما أن شخصيته تطلع غير سوية أو تطلع شخص ما بيحبش الآخرين أو شخص بخيل أو على النقيد بقى تماما يعني بيفرد في الحب بيجي الحب لكل الناس وعايز الحب من كل الناس وتطلع علاقاته غير سوية إطلاقا بيكلم واحدة مثلا دخل في علاقة يكلم عشر كمستاشر مرة لأنه هو عنده اشتياء عنده اشتياء فأنا بعمل حاجة من الاتنين لإما هبقى بخيل جدا لإما هبقى بزيادة جدا لما طفل الأبو ممتنع عن الانفاق عنه يعرف أنه عنده اخوات وأنه الأب يجزل العطاء لهذه الاخوات ومدرسهم وهدومهم وجزامهم وكيف هيشعر؟ هيشعر بحزن هيشعر بعدم استحقاق وهيأثر على ثقة بنفسه خلاص أنا بخلق بني أدم مهزوز وكراهية كراهية شديدة جدا وللأسف هنا الأم بقى والمحيطين بيه بيبقى عليهم انظور جامد قوي إنهما يدوا للطفل ده نوع من أنواع يعني السبورت أو الدعم النفسي الشديد جدا علشان ما يبقاش منبع الثقة بالنفس جاي من الأب اللي هو خلاص إحنا كده مدام وصلنا للدرجات دي يبقى ما فيش أمل للأسف الشديد أستاذة نوهة انتهي علي هيبقى ده آخر سؤال للأسف لأن كل الأوقات الحلوة بتجري بسرعة أنا دايما نقول كده آه أوكي طيب إحنا سراعات الأحوال الشخصية وقضايا الأحوال الشخصية كيف تؤثر في نفسية المرأة المطلقة اللي من وجهة نظرها الدنيا بتظلمها ثلاث مرات وهي بتقاتل في المحاكم وفي الحياة وفي التربية لوحدها ارسمي لنا ملامح نفسية للست دي وعلاقتها بالحياة عموما الست دي اللي بتبقى مظلومة بالشكل ده بجد ما حدش يقدر يتخيل كم الوجع وكم الألم اللي هي بتشعر به أولا هي أخدت دور مش بتاحها لأنها بقت بتلعب دور قب وبقت بتلعب دور أم بقى عندها مسئولية أنها تحاول تحافظ على سبتها اللي انفعالي قدام ابنها أو بنتها وما تبين لهمش الضغط والحزن فبالتالي حتى الدمعة بتبقى ما عندهاش رفاهية الحزن فبتبدأ حبيبتي مثلا تلاقيها كتمة حزنها جوة بتبدأ تخش تعيط في الحمام بتكتئب وليس عندها رفاهية البكاء أو الحزن أو الدي فهي بتبقى رسمة وش الصبح بالليل ممكن تعيط السيدات دول أكثر عرضة أنه هما يتعرضوا لمشاكل بقى الجسدية لأنهما ما عندهمش زي ما قلنا المساحة أنهما يعبروا عن ده نفسيا الأبحاث على فكرة ومش بس الأبحاث اللي في مصر الأبحاث اللي برا كمان أثبتت أن الطلاقة والمشاكل اللي ليها علاقة بالنفقة وا 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 والحاجات دي هي حاجة عالمية اللي بيتأثر سلبيا هما دايما السيدات والأبناء ماديا وبالتالي لما بيتأثر ماديا يأثر أوتوماتيكلي عليهم دراسيا عاطفيا نفسيا طيب السيد بتبقى عايشة مع الراجل حياة قصيرة طويلة وحشة حلوة بتتعامل مع أهله بتربي أولاده وبعدين اتطلقه هي طلبة الخلع هي هو طلقها هي هتشوف حياتها ويشوف حياته ويبدأوا مرحلة جديدة في المحاكم المحاكم والكلام اللي بيتقال وأحيانا ناس تقول تجذب وناس تشهد زور وناس تقول إيه كبس بيعمل إيه في أولا ثقاتها في الحياة في المجتمع في الناس وثقاتها في نفسها أيضا بتلوم رؤها على الاختيار بإيه هي بتمر بأزمة اسمها يعني في مرض عندنا على فكرة اسمه كرب ما بعد الصدمة ده لما البني آدم بيتعرض لصدمة شديدة جدا بيبدأ يخش في حالة نفسية بتتسم بقلق مستمر خوف مستمر عدم ثقة يبدأ يجي لها كوابيس حياتها بتتدمر بتتشقلب فأنا على طول بعرضها يعني هي بقى يعني كمان لو معايها كمان بقى الأولاد بيتعرضوا لسترس مستمر طول الوقت فأنا يعني كأن تخيل لي كده حضرينك طول النهار ماشي على طراطيف صوابك هتقدري قدرة وقفة على طراطيف صوابك لغاية إمتى هي على طول عاملة كده لأن هي مش عارفة هتجيلها لضربة منين وخوف خوف 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 طول الوقت وهي مش المفروض إن هي تكون بتحس كنت في أحد الحوارات يعني قلت أو اقترحت إنه على الدولة المصرية وعلينا كلنا وعلى مؤسسات المجتمع المدني إن إحنا يبقى فيه جزء من التزاماتنا تقديم الدعم النفسي لضحايا قوانين الأحوال الشرقصية يعني مش بس إحنا محتاجين ندعمهم بتعديل القوانين والفلوس لا الدعم النفسي عشان يرجعوا إياه توازنه حضرتك من واقع خبرتك والحالات اللي بتشوفيها أو زميلك تفتكري إن ده واجب ضروري؟ ده حاجة يعني لو حصلت فعلا هتبقى أكثر من رائعة لأن زي ما بقول لحضركم ما بقاش حتى عندهم يعني حتى هذه المساحة إن هم يفطفضوا أو يتضيقوا الناس اللي حواليهم في أوقات كتير جدا لما بيجيه السيدات من النوعية دي بتقولي أنا خلاص ذهقت الناشة كي لصحابي حادش عايز يسمعني محادش عايز يسمع مشاكلي وما عندهاش لا الوقت ولا المساحة إن هي تفطفض ده اللي وصلت لحضرتك دي عندها وعي أن تلجأ إلى العلاج أو الدعم النفسي ده كمان فيه كتير بالضبط ما بيوصلوش أصلا طبعا مش كده؟ طبعا طبعا يعني هو شيء لأن هي خلاص يعني هي أورادي يعني ثقاتها في نفسها اتهز باختيارها لشخص غلط سراعات الأحوال الشخصية بقى عندنا أعداد من المطلقات والمطلقين بينعكس إزاي على أولا قبولهم لفكرة الزواج التاني أو اختيار أطراف الزواج التاني بيحصل لهم تربص بيحصل لهم توتر بيحصل لهم رفض إيه؟ مش كل المطلقين علشان احنا تكلمنا شوية على الوحش هنتكلم على الكويس مش كل المطلقين بيبقى عندهم خوف من العلاقات التانية هي كلها بتعتمد الطلاق خلص إزاي في طلاق والله بيتم بمنطعة التحضر والناس بتقدر أن هي تحافظ على الأسس اللي تخلي الطلاق يمشي بطريقة بسيطة وسهلة لكن اللي طبعا خبرتهم كانت سيئة هيبقوا بيبصوا على أي علاقة تانية كأنها فخ فهيبقى عندهم خوف شديد جدا وهياخدوا وقت قبل ما يقرروا أن هم يمروا بهذه التجربة تانية فلو أنا في علاقة مع حده قراردي كانت تجربته سيئة هقوله بالراحة كده بشويش وخدهم بالراحة ما تتوقعش أنه هو هيبقى جاهز أو هي تبقى جاهزة آخر كلمة حضرتك هتقوليها للأب وللأم أنا هقول حاجة في شأن مش عشان أنا هو ملف في داية الأب والأم في شأن الإنفاق على الأطفال أنا هقول كلمة حقيقة هي صغيرة جدا المشكلة الأساسية للأب والأم أنه هما لما بيخلفوا بيعتبروا أولادهم ملكية وليس مسئولية يوم لما أقرر أخلف كون أد المسئولية يوم ما أقرر أخلف أكون أد المسئولية الأستاذة الدكتورة نوح النحاس مدرس علم النفس بالجامعة الأمريكية نورتنا وحوارنا للأسف خلص بسرعة نحن نسعى إلى قانون أحوال شخصية عادل ومنصف ما يطلعش مضطربين نفسيا ما يهزش توازن المجتمع وسلامه ما يعملش مشاكل في المستقبل يخلينا نبقى مجتمع أحسن نبقى مجتمع أحسن حلقتنا خلصت شكرا لمتابعتكم وإن شاء الله نشوفكم على كيب الأسبوع الجاي يوم الخميس في حلقة جديدة من افتح باب المقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر